حتقول لي بيجدد ما بيجددش بيعمل ما بيسيبكم الكلام ده خالص في النهاية اللي حيسيب النادي الاهلي هو اللي خسراء مش هتبقوا حضراتكم عارفين اي حد بيسيب وديكم شفتوا خلال اليومين 3 اللي فاتوا كل او معظم الناس اللي مشيت من النادي الاهلي والباقي قريب فيه ناس مشيت وعملت مشاكل مع النادي الاهلي طلعت من يومين و3 و4 قالوا ايه قالوا ندم الدنيا الندم او الحاجة الوحيدة اللي ندمنين عليها ان احنا سيبنا النادي الاهلي سمعتوا ده بودانكم ولا ما سمعتوش سمعتوا ده حضراتكم ولا ما سمعتوش فالحقيقة كابت الخطيب لو تفتكروا كابت محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي عندما سئل على بعض اللاعبين ان هما مشوا من النادي الاهلي رد قال لهم ايه قال لهم انا مش زعلان منهم انا زعلان عليهم انا زعلان عليهم طلعت اللاعبة من كام يوم وقالوا احنا ندمانين وماكون ناشر مفروض نعمل كده مش واحد لا اتنين من الاربعة ولا الخمسة اللي مشوا قالوا هذا الكلام وبالتالي هذا هو النادي الاهلي عشان كده انا بقول لحضرتك سيبك من دلوقتي المسلماني حيجدد المسلماني ما جددش على فكرة انا عندي معلوبات كتيرة جدا في الموضوع ده بس مش حقدر اقولها غير في وقتها مش حقدر اقولها غير في وقتها مش حقولها دلوقتي خالص ولا حقدر اتكلم فيها انا ملتزم دايما بسياسة النادي الاهلي ومصلحة النادي الاهلي هي الاساس في كل شيء في اي حاجة احنا بنقولها مصلحة النادي الاهلي هي الاساس في كل شيء اسهل حاجة على فكرة ان انا اطلع اقول لحضرتك ان فيه بيحصل كذا وبيحصل كذا وحتعرفوا ان الكلام اللي انا بقوله ده صح لما اقولك يعني لما يتقال لو كنت قلته يعني لكن انا عمري ما هعمل كده لان انا في النهاية عندي سياسة قناة او سياسة نادي الاول بمشي عليها ققناة أنا بمشي عليها ققناة لكن المعلومات موجودة ويعني مش عايزة أقول لحضراتكو قد إيه فأنا مش فرق معايا مين بيجدد ومين ما بيجددش أنا اللي فرق معايا النادي الأهلي فقط لغير وإسم النادي الأهلي فقط لغير وهو ده اللي مسلماني قاله لما تسأل قالك النادي الأهلي نادي كبير وعرف وبيعمل إيه لما تسأل في هذا الأمر